اشتركوا في القناة حبينا النهاردة بقى ان احنا نكون موضوعا عن المرض الموجود وهو كورونا بس قبل ما اقول المرض وكورونا وكل الموضوعات احب نتكلم فيها هنتكلم في حاجة معينة هنقوم طبعا هنوجه رسالة شوك للسيد رئيس عبدالفتاح السيسي والكوات المسلحة طبعا على المجهودات الخارقة اللي موجودة لحماية مصر وابنائها وجميع الكيادات اللي موجودة اللي كلها عملت انجازات في الفترة الصغيرة دي حفاظا على اولادنا وعلى قصرنا جميعا طبعا عشان احنا حاجة اتكلم بقى عن مضمون كورونا وعن الموضوعات دي كلها فكل لابد ان احنا نكون معنا شخصية من الشخصيات الممتازة والمرموقة ولها علامة من علامات المجتمع كان معنا الدكتور باسم رقوف اهلا وسهلا بحضرتك اهلا بحضرتك طبعا دكتور باسم وطبعا دكتور ومخرج والسفير وكل حاجة هنقول بقى حاجات كتيرة جدا لو كانتكلمنا عن حضرتك يعني اه النهاردة بقى عايزين نتكلم على الموضوع مهم جدا حضرتك شايفو وحاسو معنا اه موضوع كورونا طبعا الدنيا كلها اه يعني او الشعب كله مقلوب وعنده زعر فضيع جدا اه على موضوع كورونا وان كل ما حد نتكلم حد يقولك ده في ايه هنا في حالات وهنا في حالات واصبح الدنيا فيها على بقدر المستطاع خوف يعني خوف بشع اه بس طبعا فيه تجاهات خاصة بتقول ان ده مش مش صح يعني فيه حالات ولكن مش بالقدر اللي احنا بنسمعه والروب اللي احنا بنسمعه حاجة بقى حضرتك تكلمنا لانها طبعا حضرتك يعني على اتصال طبعا بالقيادات وحضرتك طبعا انت تحية مصر طبعا طبعا حضرتك وانا مستمر بياه فحضرتك تكلمنا بقى باستفادة عن الموضوع ده وانا اه انا هتكلم بس في جزئية انا مش طبيب يعني انا دكتوراه فخرية في بعض من الحاجات اللي هي العلاقات الانسانية وحقوق الانسان وكلام ده كله واتكلم كمان ان انا بصفتي مدير عام اكاديمية تحية مصر حرة للانتاج الفني والاعلامي والرياضي وجريدة تحية مصر حرة احنا بنتابع الموضوع بشكل مهاني بشكل صحفي قريدي اي تقريب مش بناخدها من السوشيال ميديا مش بناخدها من الشارع مش بناخدها من اي حد بيقول اي معلومة فانا بسمحة اسدقها لا عن طريق اللينكات مع الوزرات المعنية سواء وزارة الصحة مجلس الوزراء كلام ده كله وده دورنا احنا كمان حتى في الاعلام والصحافة احنا لازم نوصل المصدقية للناس نوصل الشفافية للناس لازم يكون الرسائل نفسها بتطم المجتمع لان احنا عندنا مشكلة ان الوباء مع اي وباء بنتعامل معك وباء انت عندك كان عندك الف الوانزة الطيور عندك الف الوانزة الخنزير ايا كان دي مراحل بتمر على مصر او بتمر على اي دول او بتمر احنا عندنا الوباء ده مشكلته ان هو بيمر على العالم كله اه تمام احنا يعني دايما بنقول ايه ان الموضوع محتاج مكافحة الوباء التوعية تمام يعني الوباء ده اهم حاجة فيه التعقيم اهم حاجة فيه ان الانسان يعقم نفسه يطهر نفسه يعني معتباد على النظافة اهم حاجة اه ده مهم جدا مهم جدا عشان ما ينقلش من طرف لطرف تمام طالما الانسان معقم نفسه الكلام ده كله مش هينقل لان هو هو في لحظة هو ممكن يتنقل في لحظة بس لو البني ادم لو الانسان نفسه عنده المشكلة دي انا هتكلم عن الموضوع بشكل بشكل تخصوصي اه يعني حضارك باتكلم فيه اشكال كتيرة اه طبعا بس الجزئية الطبية دي تختص الطبية اه تمام دكتور انا عادي اقول لك حاجة حاجة حتة ان هم واخدين الطلبة اجازات او في حظر الكافيهات او كده هي دي عاملة قلق جامد للشاب حاسين ان هو فعلا في حالة بس هم مش مدركين ان ده دي الكيادات والرياسة وطبعا الرئيس بتاعنا هو خايف علينا فهو بيعمل على فكرة واح اذيك توضح بقى الكلام ده كله من فضلك يعني عشان انا عايز اعتمن الناس بصراحة عندهم قلق جامد بس اقول حضرتك حاجة احنا كمصر ما عندناش حظر عام ما عندناش حظر تجوال اه ما عندناش مشكلة بمعنى يعني انا مش جاي بخفف عن الناس او اجزب او اقول او 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 بمعنى صح اقول حاجات انا نفسي ممكن اتضر بنتي ممكن اتضر صح مش عارف اختي اي حد صح والغلاط طبعا حضرتك لما الحد بيجيله قريدي الفلونزا الطبيعية في البيت اه تسيبه بقى من الوباء دلوقتي يخدي الجزئية الاولانية اه لو حد جاله الفلونزا في البيت الام مثلا جالها الفلونزا اه ما يبتقي اولادها من انه ياخد برد منها بالزبط او ينتنقل منها دي ماقولة دايما منقولها لو البرد جا في البيت حيمر على كل الموجودين اصبح هنقول ده فيروس فيروس البرد او وباء البرد او بيصيب الانسان دي حاجة مستمرة على طول طب حاجة عرضية او حاجة كده جات على مستوى ان هي الدرر للواحد ممكن لو هو خرج ممكن تضر الكل اه اه احنا بنقول التحصين الوقاية بنقول ان يعني انا انبارح الجريدة لما طبعت اللي هي تحية مصر حرة تمام ايه في مقال انا كتبته بتكلم فيه عن هقول العنوان يعني انا مش هقول بالزبط الموضوع ولكن انا بقول كورونا وحش صناعاته السوشيال ميديا اه دي كلمة مهمة جدا يعني هي ادركت انها وحش كبير ايه لعملته السوشيال ميديا اللي عملت ودي مشكلة دي مشكلة دايما دايما كسب الاخبار والاشعاعات تحمل مشكلة طي يعني نسبة الحمد لله لحد ما مش كبيرة قوي دول اللي في الحجر والتقارير رسمية اللي بتطلع من الوزارة تمام طب 210 مات كم حالة 6 حالات من 210 من 210 من 210 تمام من 210 مات 6 حالات اوكي تمام من 210 مات 6 حالات 40% تعالجه 60% مثلا لسه تحت الالاج معناها تعالجه معناها ان الدولة فيه اه طبعا في علاجه في شغل شغاله يعني الناس بتقولك مصر ما فياش علاج مين قالت كلام فيه مصر دكتور هنا موجود يعني يعني لقاية من اكيد ووزارة الصحة اه شغالة يعني بالعقل كده النهار لو وزيط الصحة طلعت الصين عشان تساعد في الموضوع إزاي أنت عندك مشكلة يعني أنا دلوقتي أطلع يعني هي أصلاقي أولويات أنا لو عندي مشكلة في بيتي لازم أحلها وبعد كده أقف جنب جاري وأقف جنب أخوية وأقف جنب هي كده مجزأ لي صح؟ مجزأ لكده وإن شاء الله أنا شايف أن الفترة اللي جايين وزيط الصحة احتمالها تطلعوا إيطاليا عشان تودي برضو المصر ليه مكلمة؟ ولا تعمل توعية ولا إيه بالزبط؟ لا دي دي حاجة طبية أكيد يعني تابع وزارة الصحة عن طريق الصفحة الرسمية لوزارة الصحة تمام؟ ما أنا أخدش أخبار موجودة على السوشيال ميديا كوبي بسط أنا موضوع كوبي بسط ده صراعا أبدايقني قوي إن أي حدي بياخد كوبي بسط حتى ما ياخدش باله من اللغطات اللغوية أو اللغطات المكتوبة تمام؟ إنت إيه المعني بيك؟ ده يخص إيه؟ نطاق الصحة صح؟ بزبط إحنا قضينا على فيروس سي بمئة مليون صحة بالفعل صحة ايوه ايوه فعل التوعية جمدة جدا أنا عايز أقولك إن الأجهزة السيادية عندنا في مصر على الأسهم الرئيسة عفتاح السيسي يتعامل حاجات بعقلانية تمام الأمور في مصر الحمد لله فيها تركيز فيها حرفية فيها مهنية تمام؟ بس إيه بقى اللي بيعكز ده؟ إنت لازم موضوع بتاعنا كلنا نبقى ده واحدة موضوع بتاعنا كلنا كله مع بعض مش فردي يبقى لازم كل إن نسمع تعليمات النهاردة لما كانت دولة ممكن تعمل حظ التجوال في دول يتعامل فيها حظ التجوال بالفعل الحمد لله إحنا أقل حاجة إحنا بتصدر يا جماعة إن مصر لما حصل حاجة طلعت أعلنت بس أعلنت في التوقيت لحد ما تعلم الموضوع لما تعمل حصر شامل فبدأت تدرج الموضوع وعرفت إن فيه نسبة معينة أنا عايز أقول لحظيتك حاجة أنا ممكن أموت صح؟ طبيعي كله بنيئة ده ممكن يموت صح؟ بس أنا أموت عنه أنا أقول كلمة الحق أقولي إن أي حاجة تختص بإيه برب الأسرة رب الأسرة ده عم فتاح السيسي رئيس الجمهورية صح؟ 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 فما شون مصلحته إن الأمور تمشي لا بالعكس توفر 100 مليار جنيه لمكافحة الموضوع توفر أدوية توفر مش عارف إيه 24 ساعة شغالين يعني وكل كيادات برئاسة طبعا دكتور عم فتاح السيسي ده أندك رئيس الوزراء الناس دي ما بتنامشي صح؟ 24 ساعة والله ما بتنامشي وصدقيني هو الموضوع ده مش عشان عام كمان حتى لو خاص يعني الموضوع إن الدولة عندنا بقى فيها اتجاه تماما أيوة أيوة تمام إحنا اللي بنتكبر الموضوع ما تجيش تقول لي في حالة حصل أوكي؟ في حاجة حصل طيب ما تبقاش عشرين أنا أقول لحضرتك حاجة المبارح الساعة 3 بالليل كان فيه مشكلة في الدميون أيوة ممرضة أصبها المرض الفيروس طبعا راحت ممتها وراحت باباها وراحت ومش عارف مين ومين ومين والكلام ده كله وحصل مشكلة كبيرة جدا قالوا ده عشرين حالة قالوا المستشفى كلها إزاي يعني؟ إزاي؟ ما حضرتك؟ هل أحد؟ هذا هو أن SALT الفوني أتفضعك أنا تحدثوني فأنا بركز فيه هلو 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 مساء الخير مساء المور أيها فندم إزاي حضرتك إزاي حضرتك مين معي معاك المشار أحمد عارف يا سندم رسماء الجزار جاريت تحيى مصر حرة أهلا وسهلا زيت المستشار إزاي حضرتك عامليه أهلا وسهلا بيك فندم تحياتي لكم جميعا والدكتور باسم والناس المحترم أهلا بيك أهلا بيك زيت المستشار أهلا بيك والله يعني مبدئين كده يعني اللحظاتك 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 من البرنامج تحياتك حاجة جميلة ومحترمة جدا والحديث عن هذا الأمر حديث شايك وجميل فأنا الأول بتوجه الأول بخلص الشكر والتعذير لجميع قيادات الأمنية والتنفيذية على مستوى الجمهور الحفظهم على أمن وامام مصرنا الحبيبة طبعا طبعا وضغط الصحة اللي هي المصرية اللي بتساند وبتعمل أرشدات وتوعية للمواطنين دي حاجة ممتازة وحاجة جميلة والستاذ رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيدس طبعا قلبا وقالبا مع الشعب وان شاء الله دي حاجة احنا بنمر بها بس دي مش أول حاجة ولا آخر حاجة بس احنا ان شاء الله ان شاء الله الدولة كلها من المنبر تحيى مصر حرة انا بقول ان احنا دلوقتي عاملين مبادرة لخمس شخصيات او خمس أفراد او خمس نوعيات من الشعب اللي يقدر يعمل اي حاجة توعية او يعمل اي حاجة احنا هنكرمه وفي وسائل اعلام وهنكرمه برضو هيبقى سافر الانسانية معانا واحنا بنفتخر بهم كلهم جميعا وان شاء الله ان شاء الله احنا يعني قد الدنيا زي ما بيقول قد تريض وانا متشكر جدا يا فندم على المداخلة الجميلة دي وان شاء الله شكرا سيدسي شامل نشكرين جدا لحضرتك ويعني كلمة صغيرة للجمهور تطمنوا ان برضو موضوع كورونا دا يعني مش بالقدر الخوف او الزعر اللي موجود معاهم يعني كلمة صغيرة حالتقود واحنا مش عايزين مش عايزين يا فندم نقلل من الخطر ولكن احنا عايزين نعمل توعية للناس زينا لان احنا لو طمننا الناس الناس هت كشعب ومطر شعب جميل لو احنا قلنا له لا اطمن دا مفيش حاجة دا الكلام لكله مش عايزين اهمال بس احنا مش عايزين هو اهم حاجة مفيش اهمال يعني احنا اهم حاجة نهتم احنا ما نهملش هو الموضوع موجود ولكن مش عايزين اهمال ومش بالقدر اللي خوف اللي الناس اصبح مرعوبة يعني فاحنا عايزين برضو نطمنهم بس اهم حاجة نحافظ على نفسنا ونهتم بكل حاجة خاصة بيه التطهير خاصة بكل حاجة يعني مش عايزين سيادة مستشارة متشكرين جدا لحضرتك والف شكرا على مداخلة الجميلة دي شكرا هو فعلا مستشارة احمد حالتكلمة عن المبادرة اللي قلنا عليها دي واشرحها كده هو فعلا مستشارة احمد ادانا توجهات هو رئيسي في الشوق رئيس مجلس الادارة وانا بصفتي كمدير عام اداني توجهات وعدت اجتماع خاص بيني وبينه واقعدنا ادانا توجهات ان احنا نطلع بدورنا يعني كلنا علينا دور نعمل ايه نشتغل على جزئية ايه من ضمن الحاجات احنا عملنا على حتى فيه حاجة اسمها الويب سايد بتاعنا اللي هو بوابة تحيا مصر حرة دي على الويب سايد عملنا قسم اسم كورونا قسم كورونا ده فيما يتعلق بكل الاحداث وكل التوعية واللي بيجي لنا من المتخصصين او الوزارات ما هو ده دورنا ايه ده دور اعلامي ودور صحفي ان احنا نعمل اسقاط الدوق من خلال ان انا اساعدك في ازاي الاجادة الحلول او ان انت تقي نفسك من الموضوع واقعدنا وخدنا قرار مجلس ادارة كامل بان احنا نطلع بالمبادرة ان المبادرة دي ان كل واحد عنده فكرة في مكافحة هذا المرض ايه مش عايزين حاجة اكتر من كده اي حد اي يعني من عامة الشعب يعني اي أسرة او اي حد عنده فكرة بيترحى ويامل مبادرة او لا يجب معهم ايه ابعت الفكرة وانا هشتغل عليها انا اللي هنشرها لك في السوشيال ميديا وانشرها لك على ويبسايد ومش عارفين وكمان هكرمك لان انت شاركت في البور في الفكرة العمل الموضوع الوباء ده ده موضوع قوم ايه زي الحرب بالزبط بالزبط فالدولة عندنا عندها استعداد لهذه الحرب انا واصل تماما في القيادة السياسية او دور الدور الصحي دور كل حاجة تمام انا اولا بشكر الجنود المجهولين ايه انا وهم الممرضين ايه والممرضات انا بشكرهم جدا انا هما بيتعرضوا بيعرضوا نفسهم كمان لما خاطر كبيرة جدا وعارفين ان ده وان ده عدوى وكيقوم عزلك بيبقوا موجودين ومعرضين لنفسهم طبعا اه عارفين ان ده واجب قومي وان هما بيضحوا بنفسهم ولكن زي الجندي ما كان بيحارف الميدان وعارف انه ممكن سلوشت ايه بس فيه بلد كاملة هتقوم اه ده دورنا انا لو دوري النهاردة ميداني وانزل وممكن اعرض لنفس الخطر اعرض لنفس الخطر عشان بلد كامل عشان خاطر بنتي وابنك وابويا وامي صح اوالغلط احنا كنت لمتكاتلة مع بعض دورنا النهاردة احنا جينا للستوديو لو احنا خايفين ده دورنا ايه صح اوالغلط انا لقيت حاجة جميلة جدا اولا بشكر ادارة مدينة الانتاج الاعلام اشكرها تماما 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 ان انا داخل وانا في المدينة تم الكشف عليها بالجهاز انا فرحت جدا انا حسيت ان السواء في الاوبر مبسوط اتطمر على نفسه كان خايف بس اتطمر على نفسه برضو ايو ايو حاجة جميلة يعني فهو دورهم ان هم بيعملوا حاجة زي كده ده كويس جدا وان هم بيرعوا ربنا في الموضوع وان برضو يضمنوا سلامة الاخرين سواء من داخل او من خارج يعني انا عن نفسي انا فرحت صراحة ان انا اتعمالي الجهاز وقال لي تلو ايه قال لي لا تمام الحمد لله تمام فده شيء كويس ده شيء كويس طبعا شيء جميل يعني هو دورنا كده مفيش اهمال لا الناس خدت الموضوع وخدت التعليمات وبقى في ادوم جهاز كل واحد مسؤول في دوره احنا بقى احنا يا جماعة لازم عندنا توعية تاني حاجة في حتة بس قبل بحضة تاني حاجة عايزة اقول لحضرك حاجة بالنسبة احنا طبعا في الفترة دي لقينا السوبر مركات كلها والسيدليات كل ده مفيش كحول والله ما هي دي بقى مشكلة انا بقى عايزة الحتة دي ننبه يعني برضو في حتة صغيرة دكتور اعمالها مثلا اخدت القصة الكبير كله من الكحول وخزنته عندي طب ما انا ممكن اكون عرضة دعيف في الناس او هتكلمني بقى في حتة دي اول يعني اقول لهم حاجة دعيف في مجتمع مش في الحكوم يعني يعني الازمة دي لما وصلت السيد رئيس مجلس الوزراء وصل الموضوع ده وجه شركات السكر عشان تعمل زيادات حاجات زيادات ايه ايه ومنافذ كتيرة كلها ايه موجودة بالفعل يعني احنا دلوقت يا جماعة بدأ ما كل واحد يبقى في دوره ينزل رائب كل مواطن لا طب تمام تفعيل القوانين ان كل واحد هيزوت في السلعة يتحاكم ايه ايه ده موضوع قومي طبعا زيك زي خيان طوال وطن بالزبط بالزبط يطبع عليه القانون يعني انت النهاردة انا من ضمن الحاجات انا ممكن اطلع الحديث فطورة دلوقتي اه فيه بقى ايه بس انا مش اقول مين الجهة تمام رحت جبت الوايبس اللي كنت بجيبه بعشر جنيه والله باثناشر جنيه بخمسين جنيه الوايبس اه مش ممكن اهو انا جايب وهو اه 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 اهو وهدي الفطور بس انا مش اتكلم عن ايه تمام ايه 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 طب ايه ده دكتور يعني ده معنا ايه يعني بصي اتخيل مثلا الوايبس ده اه اتتابع مش معقولة مش هتتابع كل جهة كل محل مش هتنزلي كل واحد وراه واحد ايه صح تمام بس اللي يتمسك اه عايز اقولك يتعاقب تماما لانه زي ما قلت لحضريك ده موضوعنا كل يعني ايه تاجري يخزن يعني ايه تاجري يشيل بضاعة عشان خاطر انت في ايه ده انت لو ابنك جراله حاجة يا اخي رعي ربنا ولو ابنك لو جراله حاجة اه موضوع الاشعاعات يعني قلت لحضريك الساعة 3 بالليل احنا عاملين غرفة عمليات في جريد التاحية مصر حرة على مستوى جمهورية مصر عربية وعلى مستوى الدول الأوروبية وعلى مستوى العالم تمام في دول في دول يعني مثلا امبارح التليفون اللي جالي جالي الساعة 3 بالليل اصحى ده في حالة حصلت ممرضة في مستشفى المياط تمام الفيديوهات انا شفت الفيديوهات بعثتلي الفيديوهات على فكرة عنها شفت الفيديوهات هي حالة واحدة هي ممرضة واحدة ممرضة وحالة أصبح لا هي ممرضة واحدة أيوة هي حالة واحدة ويباقي حالة تمام بقوا 5-6 بقوا مش عارف إيه دا المعارضين من معارضين من الإخوان ومش عارف إيه وإيه وإيه دا إيه دا وإنتوا إخوان مش مصريين مش مسلمين كمان دا إنتوا مش مصريين والصفحات بتاعتهم دولة بتخبي الدولة دا حصل مش عارف إيه وخمسين حالة وأصبح مدينة ضميات كلها بالكامل بتقول إن في حالات كتير الناس في الرقم أيوه يعني عايز أقول لك الناس ممكن تنزل في الشارع ممكن الناس تجلل على المستشفى الناس واحد مش هل يمسك واحد لا لأ لأ أنت كده قربته من مكان الوباء صح لما يعني أنا بعدت صحة في مبارك صور الموضوع فيديو وبعتهولي تمام لو كان فيه وقت كنت تعرضوني قال لك مفيش غير حالة أيوه و أنا جوه المستشفى هو وبيصور تمام و يعني نقول الله يكون فعون والدها و والدتها هم طبعا أخطأوا طبعا في يعني أخطأوا من البلد هي السبب أو الخيادات يعني القيادات مش السبب يعني هي أكيد خرجت من عن طريق مثلا شالة القفراز يعني إيه بقى عشان جريحي مقول لازم نحافظ لازم يبقى فيه توية لازم النظافة و طبعا النظافة هتبقى أساسها أنا قبل ما طلب أحدك على الهوى أنا جاني فيديو دلوقتي قبل ما طلب على الهوى فعلا أنا شفت منظر يصعب على الكافر منظر إيه يعني إحنا كنا منتفرج على الأفلام الأجنبية تمام منشوف الأفلام الأجنبية والوباء فاكرة أنت منقبل منقول خيال خيال فاهم طبعا إحنا عايشين فيه إحنا في واقع بقى إحنا عايشين فيه فعلا وقع عالمي كل ده هتغلق على نفسها وتقدر تحافظ الموضوع بالضبط وتبتدي تشتغل عليها عليها في دول خرجت عن السيطرة في مصر وضعينا إيه تمام وتعرفوا حجم الموضوع إيه هو تحجيم الموضوع مش عشان فيه موضوع منتشر لا أو عشان نحجمه ونحافظ على أولادنا وعلى أنفسنا جميعا يعني يعني مش إحنا الحظر اللي فيه إحنا فيه دكتور إن فعلا المرض منتشر جامد لا أو إحنا ما عانداش لكام حالة إحنا لسه ما عاندنا حظر ده أصبح لا ده كل الوقت فيه حظر فيه حظر يعني حتى كمان خلوه فيه حظر بس حتى الناس ما تنزلش بس هي فكرة كلها عشان أنا ما تمديش فرصة للناس بقول لحظرتك إيه يعني القيادة ما هي ممكن تعمل إيه هتنزل الجيش هتنزل الشرطة ما بنوع حد يخرج صح ما هو ده برضو ده يصير الزهر أكدر حقول لحظرتك مشكلتنا إن إحنا دايما تخشيلي مننا أو بطالع لك مننا هو مش عايز كده يعني فيه ناس بتتحيل كتير هيد يعني ما تيجب تقول لواحد القانون مش عارف يقول لك أنت لازم تدفع ضريبة مش عارف إيه يوم رايح فتح محل في حتة شعبية عشان خاطر يقل الدولة ما بتروحلوش مثلا هو التحايل إحنا مش عايزين القص الجزئية دي في الموضوع ده بالذات مش عايز تحايل حافظ على نفسك وحافظ على أسرتك بس ده الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه ده انت رقيب على نفسك صح مش محتاج مش محتاج يكون رقيب عليك بس هي الفكرة في كده نجاح الموضوع ده وإن احنا نعدي بالأزمة دي في الفترات اللي جاية الأسبوعين اللي جاين دون أو أسبوع الأسبوع اللي جاية من أهم الموضوعات يعني أهم الفترة هي الفترة اللي جاية دي الأسبوع ده عايبقى فيه الحصر عايبان عدد المصابين بالكورونا أو النسبة كبيرة عايز أقول لك إصابتك بالكورونا واحد في المية لكن لو رعيت ربنا لو رعيت ربنا مية في المية ونعم بالله يعني بس يعني انت بتشوف بتصلي بتصلي وبتتوضع كم مرة بتعقم كم مرة اه بالزبط كده احنا عايزين نتقرر افرض النهاردة اللي بيقولك دلوقتي بيعلمه ان القيامة بتقوم هتجري تصلي ما خلاص انت مستلي بقى ان يجيالك لحد عندك صح صح انت مش لحد عندك انت في بيتك فيه موضوع مهم جدا البطل في الموضوع ده والهيرو في الموضوع ده هو شابوه للمرأة المصرية الام المصرية هي اللي هتقدر تحافظ على البيت هي اللي هتقدر تنظف اولادها هي اللي هتقدر تعقم البيت هي اساس البيت تكون ايديها في الحاجة في البيت باستمرارية في حاجة بقى انا هغششها للمجموعة اللي احنا اتكلمنا فيها اللي هم الخمس متصابقين ان هم يعملوا احسن فكرة بعدما بيعودوا على السوشيال ميديا يصدروا الانشاعات والكلام ده كله من المصابقين دول يعني انا اغشش بس حاجة صغيرة ان انا شفت واحد عمل اشتفق مع العمارة كلها حاطب جنب الأسانصير باكتس مناديل ومعطر ومعقم وجوانتي ما هو انت لو ما تدوس على الأسانصير النهاردة لو عبدت ويرساتين احنا مش عايزين بس ايه يعني الموضوع يبقى ايه متشككين كلنا في المسابقين هبقوا النظافة بنقول الطهارة مش عالقصر حاجة احنا من الطهار والنظافة وده مسكول في القرآن ومسكول في جميع الأدين السموية الطهارة وطبعا احنا انا يعني هونجو كونج دلوقتي حالا بيحصل فيها مجزرة بسبب الموضوع ان فيه اماكن يعني فيه اماكن عدد ترين او عدد القطار او المترو عندهم بعد مصادر القانون فالحكومة اللي هم بتوع الأمن المركزة او القوات الخاصة بتاعتهم بيدربوهم مش عايزين نزلوهم من المترو اللي مسكوهم مسحلوهم يا جماعة احنا عندناش في مصر عايزين حملة توعية قوية جدا قوية جدا بلاش اشعاة بلاش ان احنا نحمل الحكومة فوق طائطة الحكومة يعني ما بيوصلها الخبر برضو ما هم بيقلود عليهم تمام طب احنا اكلمنا في الموضوع طب رئيس الوزراء قبل ما يحصل قزمة ان السوبر ماركت يفضل والهايبر واللي مش عارف ايه والكلام ده كله قالك فيه مخزونة استراتيجية حصل ديبقى انت كان مفوض يبقى عندك وعي وعي هي معركة وعي صدقين طبعا هو معادل البرنامج عادة بسرعة وكان بودي ان يكون مدة اطول عشان نحن نتكلم اكتر من كده انا بشكر حضرتك دكتور واتمنى اني بيكون يعني اتمنى حضرتك بتعمل توعية اكتر كده من خلال البسم مباشر على كلنا عند حضرتك وانا على طول بسم مباشر نحن نعمل كده واشكر حبيبقى دكتور بسم على وجودك معايا واشكركم على الاستضافتكم معايا وحبا اقولكم حاجة برضو احنا لازم نحافظ على على ولادنا وعلى نفسنا ونهتم نهتم بالنظافة دي اهم حاجة وما نخافش ودايما طالما ربنا معانا ان شاء الله ان شاء الله الغمة دي هتعدي على خير وسلام وبنشكر قوتنا وبنشكر رئيس واشكركم وإلى اللقاء في حلقة قادمة ان شاء الله شكرا